22 شباط 2024 يتقاعد المدعي العام التمييزي غسان عويدات من مقعده القضائي ويتركه فارغا حتى تعيين البديل معوقات كثيرة تفردها الفراغات السياسية ففي الأصول والقانون يستدعمل الشغور في منصب النائب العام التمييزي الأول وبكل بساطة قرارا من مجلس الوزراء يقضي بتعيين فوري لمدع عام بديل أصيل إلا أن الواقع السياسي يفرض اليوم سيناريوهات عدة ومنها أربع نظريات تستند كلها إلى نصوص واجتهادات قانونية بحسب مصادر قضائية للشديد الأولى تحصر التعيين بالأعلى درجة في النيابة العامة التمييزية فيذهب الخيار إلى تعيين ابنة أخت الرئيس نبيه بره القادية نادا دكروب النظرية الثانية تؤكد امكانية توسيع الخيار لأطال النيابة العامة المالية بحيث يكون الخيار المدع العام المالي القادع لإبراهيم أما النظرية الثالثة فلا تتقيد بالدرجات بحيث يتم فقط انتداب أحد القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنظرية الرابعة تعطي الرئيس الأول التمييزي القادس هيل عبود وحده الحق في اختيار بديل عويدات